بسم الله الرحمن الرحيم برقية الشكر درسنا اليوم الدرس الرابع والأربعون يتعلق ببرقية الشكر هي نفس الشيء الدرس طبعا يتعلق بالبرقية وأنتم أخذتم قبل ذلك برقية تعزيع برقية تهنئة واليوم نأخذ برقية الشكر أحد أحسن إليك في شيء ما أنت تريد أن تشكره كيف تشكره ولكن برسالة موجزة طبعا فهنا هؤلاء بعض المعلمون جاءوا إلى المدرسة والمدرسة مدير التعليم أقام لهم دورة تدريبية لهؤلاء المعلمين فبعدما أقيمت هذه الدورة وانتهت الآن هؤلاء المعلمون المشاركون في الدورة يشكرون مدير التعليم ويقولون له بهذا الأسلوب مدير التعليم حفظه الله نشكر جميع من ساهم في إنجاح الدورة التدريبية للمعلمين نشكر جميع من ساهم كل من ساهم المساهمة بمانا المشاركة نشكر كل من شارك في إنجاح الدورة أنه أنجح الدورة التدريبية للمعلمين الدورة التدريبية طبعا للمعلمين من أساتذة وعملة وموظفين جيد يمكن هناك أساتذة إذن قاموا بإنجاح الدورة العمال إذن قاموا بإنجاح الدورة والموظفين الملازمين كذلك هم قاموا بإنجاح الدورة كل هؤلاء نشكرهم المشاركون في الدورة هؤلاء المرسلون نعم المرسلون الأخ الكريم لقد صررنا بتعاونك مع إدارة المدرسة أحد تبرع بشيء من ماله للإدارة إدارة المدرسة فالمدير كيف يكتب له رسالة شكر يقول له لقد صررنا بتعاونك مع إدارة المدرسة نحن فرحنا أنك تعاونت مع المدرسة فلك جزيل الشكر جزيل الشكر بمانك كثير الشكر والتقدير التقدير كذلك يعني العزة مثل الاحترام عفهم أن تبجل أحد التبجيل التقدير والتكريم والاحترام كل هذه كلمات تقريبا مترادفة والثواب في الدارين يعني أنت تستحق كل شكر وكل تقدير واحترام وكذلك ستثاب عليها في الدارين في الدنيا والآخرة الله يجزيك عليه الإدارة الرسالة الثالثة باسم بإعفن باسم السيد المدير العام باسم جميع الموظفين والعمل نبعث بالشكر والامتنان والتقدير والعرفان لسيادتكم على تعاونكم مع الجميع الموظفون والعمل يعني هم رسلون المرسلون هؤلاء يقولون نحن باسمنا باسم جميع الموظفين والعمل يعني نحن عنا نحن نبعث بالشكر والامتنان نرسل إليك الشكر والامتنان كذلك بأننا يعني نعترف بمنك علينا والتقدير كذلك والعرفان بمننا نعرف حقك لسيادتكم هذه الأشياء الأربعة الشكر والامتنان التقدير والعرفان كل هذه الأشياء نبعثها لسيادتكم أي إليكم لسيادتكم بمننا لمعاليكم لحضرتكم لشخصكم الكريم على تعاونكم مع الجميع أنكم تعاونتم معنا جميعا مع جميع الموظفين مع الجميع العمل فنحن نشكركم على هذا التعاون الموظفون والعمل الرسالة الأخيرة الأستاذ الفاضل المحترم أنت أينما تريد أن تشكر أستاذك كيف تشكره تقول له نشكر فضيلتكم على قبولكم دعوتنا لحضور حفلة التخرج أنت كان عندك حفلة التخرج فأنت طلبت أستاذك أيضا فقبل دعوتك فأنت ترسل إليه الرسالة تقول له نشكر فضيلتكم فضيلتكم كما قلت يعني شخصيتكم أو شخصكم أو نقول معاليكم أو سماحتكم جيد ومثل هذه كلمات أخرى كثيرة سموكم فنشكر فضيلتكم على قبولكم دعوتنا أي نشكركم على قبولكم دعوتنا أنكم قبلتم دعوتنا للدعوة التي كانت بمناسبة الحضور في حفل التخرج كنت أتخرج فكانت كانت هناك حفل كبير فمانا جمع كبير من الناس يجتمعون ويكون برنامج فأنت قبلت دعوتنا حتى أنت تحضر كذلك مع كثرة انشغالكم وقلة الوقت لديكم لأننا نعترف أنك تكون مشغول جدا لديك أشغال كثيرة والوقت لديك قليل فلكم جزيل الشكر والامتنان مع ذلك أنت قبلت دعوتنا فنشكرك شكرا كثيرا ونعترف لك بالمن لجنة الحفل الدرس الخامس والأربعون تدريبات حرر ثلاثة برقيات شكر متناوعة لا تتجاوز الواحدة وعشرين كلمة هذا معروف أنتم تكتبون هذه البرقيات الثلاثة وترسلونها قبل الدرس المقبل جيد بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته